اما بخصوص برنامج التعليم عن بعد فتم احداث ستوديو للتعليم عن بعد بالسجن المحلي سنة اثنين والذي يشكل نواة جامعية في إطار الشراكة والتعاون القائمين مع جامعة محمد الخامس بالرباط وفيما يتعلق ببرنامج تعليم السجناء الأجانب الدارجة والثقافة المغربيتين فتم إطلاق الدورة الثانية برنامج تعلم الدارجة وقتقتين برسم الموسم 2022-2023 وعلى مستوى برامج محو الأمية قد تمكن من النجاح خلال الموسم القراءة 2022-2050 5185 نزيلة بنسبة تقدر بحوالي 70% وتتعدد برامج محو الأمية تبعاً للمناهج المعتمرة حيث كل جهة تقوم بتأطير نوع معين فبخصوص برنامج محو الأمية بتأطير من قبل وزار قفو الشوق الإسلامية بلغ عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على برنامج محو الأمية ما مجموعه 68 مؤسسة سجنية برنامج محو الأمية بتأطير من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تم إطلاق برنامج متعدد السنوات يغطي الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 25 ويستفيد منه 32 ألف مستفيدة ومستفيدة وبالموازات مع ذلك تم تكون ما يناهز 162 سجينة وسجينة من المؤهلين فكرياً وتعليمياً بجميع المؤسسات السجنية برامج محو الأمية التي تشرف عليها جمعيات المجتمع المدني المتعاقدة مع الوكالة بلغ عدد النزلاء المستفيدين 484 سجيناً أمياً برنامج محو الأمية الوظيفي يهدف إلى تطوير المهارات الأساسية للسجناء خاصة منها القراءة والكتابة وتعزيز القدرات اللغوية على مستوى برامج تكوين السجناء برامج تكوين المهني وصل برنامج تكوين المهني مسيرة التطور حيث انتقل عدد المراكز من خمس مراكز بالموسم الدراسي 2003 إلى 61 مركزاً خلال الموسم الدراسة 22-23 كما انتقل عدد المستفيدين من 733 إلى 8113 مستفيداً خلال الموسم الدراسة 22-23 وقد بلغ عدد الناجحين برسم نفس الموسم 6060 سجيناً بنسبة تناهز 75% في تنزيل كما تميز هذا المشروع في تنزيل بعض الشعب الجديدة ومراجعة أخرى في إطار ما تقتضيه الدينامية المتعلقة بسوق الشغل برنامج تكوين الفلاحي بلغ برسم الموسم 2022-2023 مجموعه 734 سجيناً نجح منهم 686 بنسبة تناهز حوالي 94% برنامج تكوين في مهني السيارات اتسمت سنة 2023 بمواصلة الجهود للرفع من جودة هذا التكوين وملائمته مع متطلبات سوق الشغل لتيسير إعادة إدماج السجنة وقد بلغ عدد المستفيدين 62 سجيناً 38 سجيناً على مستوى 39 مركزاً بيداغوجياً مستجدفهم وفي تفاعلهم مع القوانين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي